السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا بتشوفوا قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد افطارنا لليوم إن شاء الله تقبل الله مننا ومنكم الصيام وصالح الأعمال رح أشارك معكم اليوم وصفة المسخن الفلسطيني على الأصول اليوم إن شاء الله هو كان بطورنا على سفرة رمضان وكانت التحلاية اللي هي قطايف بعجينة عن جد مميزة عملته بتلات حشوات وتلات حشوات أطيب من بعض خلينا نبدأ بتحضير وصفتنا وأول خطوة هون رح أبدأ إن شاء الله بعد الصلاة على الرسول اللهم صلى على سيدنا محمد بسلق الدجاج طبعا دجاج كان بالمنقوع صفيته كثير وما تركت في أي سوائل وبعد هيك رح تبدأ عملية السلق حضرت تنجرة واسعة وقطعت فيها بصلاة حتى أشوح الدجاج طبعا أنا عندي هون دجاجة ونص وزن الوحدة تقريبا كيلو ومئتين جرام نقعتهم بالمنقوع تقريبا أربع ساعات لأنه كان في معي مجال ووقت طويل وبعد هيك صفيتهم وشوفوا هاللون مشاء الله ما أحلى ناصع وأبيض رح أبدأ بعملية السلق حتى أعمل مرق بنكهة عن جد مميزة اليوم ما رح أضيف عليه أي إبهارات صحيحة سواء الملح والكركم وأكيد ورق الغار طبعا باستمر في تقليب الدجاج وتشويحه لتنزل هاي العسارة أو السائل من قطع الدجاج وهذا بيضمن لي أني أخذ مرق جدا مميز بالنكعة بعد هيك بابدأ أضيف الماء الساخن طبعا الماء ضروري يغمر قطاع الدجاج وما تزيد كمياء كبيرة من المرق لحتى يطلع مركز أكثر لأنه طبقنا لليوم بحاجة لمرق يكون في دسم بشكل واضح اليوم إن شاء الله رح أحضر معكم الملوخية هي المجففة أو اليابسة رح نعملها بطريقة رح تطلع مثل الملوخية الخضرة طب هلا هون بعد سلق الدجاج واستوى تماما رح أرفعه من المرق وأصفي المرق حتى أخذه للطبق اللي بدي أحضره بس هون أنا بديت أدهن الدجاج بخليط من ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقتين من الزيت الزيتون اللي كنت عامل فيه بصل المسخن وضفت له ملعقة من السماق البلدي ودخلته على شواية الفرن هلا هون عندي باقة من أوراق السبانخ بدي أغسلها كثير منيح وأتخلص من أي ورقة تالفة ورح أتخلص كمان من هذول الأضلاع وأخذ بس الورق بعد ما أغسله وأنظفه كثير منيح رح أفرمه فرن مناعمة جدا جدا وإضافة السبانخ لطباق الملوخية المجففة رح يعطيها نكهة وكأنها خضرة يعني رح تحسوا إنكم بتوكلوا ملوخية بموسمها خضرة وفرش واللون أكثر من مميز ما شاء الله هيك رح تغنوها كمان بالفوائد وبالعادة أنا بضيف اللي هو السلق نابتات السلق إذا مش متوفرة بتضيفه السبانخ برضو رح يعطيها نكهة مميزة بس أهم خطوة ما تستغنوا عنها اللي هي غسيل السبانخ كثير منيح لأنه بكون عليه أتربة وبكون معرض للتلوث أكثر من أي نباتات لأنه بكون مكشوف بغسله بماء وخل وملح وبعد هيك بصفيه من هاي المي وبضيفه بمية عادية وبشطفه أكثر من دور حتى يكون مميز وهاي هي الملوخية المجففة اللي موجودة عندي إن شاء الله لونها مثل الأخضر إن شاء الله بهاي السنة ممكن إنه أنا زللكم فيديو لتجفيف الملوخية وطريقتها كنت نزلت لكم تفريزها واليوم إن شاء الله أنا رح أطبخ من هاي الملوخية المجففة إن شاء الله بديت أقطع في السبانخ بشكل ناعم جداً مثل ما أنتوا شايفين هلأ رح أبدأ أعمله عملية سلق بسيطة بكوب واحد من الماء الساخن بضيفه بطنجرة واسحة وبضيف عليه كوب من الماء وبتركه على نار متوسطة لحتى ما تذوب أوراق السبانخ تماماً وتنزل كل العسارة اللي فيها يعني بدي إياها تستوي بهذا الشكل شايفين كيف؟ ما ضفت لها أي إضافة سوى الماء بعد هيك المرق اللي سلقت فيه الدجاج بعد ما أتذوق وأشوف إذا بده ملح ممكن أضيف أو أضبط الطعم بنزله على السبانخ لحتى ما يغلوا غلبه واحدة مع بعض بعدين ببدأ أضيف كوب من اللي هي الملوخية المجففة ما شاء الله ما شاء الله شايفين كيف هي سوايا كأنها خضرة هلأ قلت لها الثوم طبعاً بدون أي إضافة عليه وراح أنزل الثوم وأتركه على الأقل دقيقتين على نار هادية ما شاء الله الريحة عن جذب تشهي اللون الملوخية مثل ما أنتوا شايفين أخضر أخضر وكأنها فرش وهيك صارت جاهزة وهلأ رح أحضل لبصل اللي مسخن بالنسبة للبصل استخدمت كيلو من البصل بدي أبدأ أقطعه على مكعبات وأحط عليه الزيت وأتركه على نار متوسطة بالعادة البصل الأبيض ما بأخذ وقت مثل البصل الأحمر فأنا بدي أعمله لمربعات وممكن كمان تعملوا على شكل شبرات أو أقمار كيف ما أنتوا بتحبوا بس بهاي الطريقة بحس إنه كميته بتتوزع بشكل أفضل وكمان بتحافظي على القطعة إنها تكون واضحة لأنه مثل ما حكت لكم ما رح يأخذ وقت منكم بالاستواء وقت ما تعملوا له عملية تقليب مع الزيت طبعا رح أضيف له كوب من زيت الزيتون وعلى نار متوسطة لحد ما تستوي شرايح البصل بعد هيك بتبدأ الإضافات الأخرى ومشاء الله يعني في كثير وصفات للمسخن نزلت لكم إياها بكل تفاصيلها أنا اليوم رح أعمله بروتين رمضان اللي هو كإفطار يعني أول مرة أنا بعمله بهاي الأيام كمان أنا رح أنزللكم بصندوق الوصف طريقة المسخن للفلسطين السريع اللي بالصينية وقت تكوني مستعج لو ممكن تحضري المسخن بدون ما تحضر البصل بهاي الطريقة كله بالصينية وبالفرن وبرضو رح يعطينا نكهة مميزة طبعا هون قلبت البصلة استمرت لتقريبا سبع دقائق وحصلت على هاي النتيجة بالاستواء هون ببدأ أنزل السماق البلدي طبعا ضفت لت معالك كبار وبعد ما استوى تماما ببدأ أضيف عليه اللي هو المرق طبعا تقريبا كوب من المرق حتى أنقع في الخبز طبعا أنا هون مستخدمة خبز الطابون البلدي بغمسه من الجهة السفلية بالمرق ومن الجهة العلوية بضيف عليه البصل طبعا بدخله على شوية الفرن ليتحمص شوي وبعد هيك ببدأ أرتبه بالصينية فوق بعض مثل ما أنتوا شايفين عأساس أنه تكون التقديم فبصفي البصل من الزيت ومن المرق وبحاول أني أوزع على الأرغفة بهاي الطريقة مع رشة من السماق البلدي وأكيد البقدونس واللوز وكيف ما أنتوا بتحبوا أي نوع مكسرات ممكن أنكم اضيفوها الدجاج كان على شوية الفرن وأكيد صار جاهز بهذا اللون المميز ببدأ أوزعه على الخبز وبرجع عزينه برضو باللوز والبقدونس وهيك صار معنا لمسخن جاهز خبز طري ومقرمش بنفس الوقت ما شاء الله هلأ رح أحضر جنبه طباق من الرز طبعا أنا بالعادة لما أعمل من الأخية أكيد بعمل معها رز هون أنا حطيت كوبين من الرز نقعتهم غسلتهم في البداية أكثر من دور لحتى ما تخلصت من كمية النشا نقعتهم بربع ملعقة صغيرة من الملح لمدة نس ساعة بعد هيك بتنجرة واسعة بضيف ملعقة من الزيت وملعقة من السمنة لحد ما تبوب السمنة ببدأ أقلب فيها وأشوح الرز وهاي الخطوة كثير مهمة حتى نحصل على حبات رز متفلفلة كوب الرز بده كوبين من الماء طبعا وأنا أقلب فيهم ضفت لهم ملعقة من الملح مثل ما أنتوا شايفين ما شاء الله على نار عالية في البداية بعد ما غمرته بالماء بعدين بهدي النار ما بأخذ أي وقت لا تتفتح حبات الرز وتشرب كل كمية السوائل وما شاء الله مثل ما أنتوا شايفين كل حبة بحبتها متفلفل وواضح ويكسر معي طبق الرز جاهز العصير هو كان كركدين طبعا أنا اليوم حضرته على الساخن غليت الكركدين مع السكر مع لتر من الماء لحتى ما حصلت على هاي الكمية طبعا كوب من الأوراق ضفت له لتر من الماء بعد هيق قلبته وصفيته وضفت له ملعقة من ماء الزهر وهي اختياري رح أضيف مكعبات الثلج وأنزل عليها العصير وهيك بيكون مشروب الكركدين الصحي صار جاهز ما شاء الله يعني الأطباق عن جد مميزة وعملت طباق من السلطة كانت وجبة كاملة صحية مميزة بتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الأفقار اللي عرضت لكم إياها وإذا حبيتوا فيديو اليوم ياريت تدعموا بالتعليق علي على اليوتيوب حتى ترتفع الوصفة بمحركات الباحث وشاركوها كثير من السوايا بس لو لسه مش مشتركين بالقناة أتمنى أنكم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد من قدمه إن شاء الله طبق من لوخية مثل ما أنتوا شايفين اللون أخضر عن جد مميز العصير كان كثير بشاهي رح أترك لكم وصفته بصندوق الوصف بالمقدار والأكواب حتى تجربوا الوصفات دامت سفرتكم إن شاء الله بهذاة البال مع أحبابكم وأهلكم وهيك أنا بديت أحضر بوصفة الحلو وصفة الحلو أكيد سأتوا كلكم تعرفوها هي قطايف رمضان أنا اليوم حضرتها بنفس العجينة اللي أنتوا تعودتوا عليها برضو بترك لكم إياها بصندوق الوصف وهون أنا بديت أحضر بالقطايف بعد ما سخنت المقلاء أنا اليوم رح أعمله جزئين رح أعمله عصفيري ورح أعمل منه القطايف بالحجم العادي وبالنسبة للحشوات في عندي حشوة رح تكون بالجبنة ضفت لها ملعقة من القشطة والحشوة الثانية أعملتها بالمكسرات طبعا جوز ولوز وفستق حلبي مع جوز الهند والقرفة والحشوة الثالثة اللي هي المميزة هلأ رح أحكي لكم عنها حضرتها بكوب من الحليب وعملت فيه مهلبية سريعة بعد ما بردت تماما ضفت لها كريمة مخفوقة تقريبا ثلاث ملاعق وضفت لها ملعقة كبيرة من القشطة خفقتهم كثير منيح مع بعض وحشيت فيهم القطايف العصفيري طلعوا عن جد بشهه بس شوفوا لي على هالعجينة الناجحة بتطلع فيها القرص ذهبي تتنشف بكل سرعة وسهولة القرص فيها عن جد شايفين اللون عن جد قطايف كثير مميز بنكهة وحكت لكم سر النكهة بالفيديو مع كل تفاصيلها برضو بحبت لكم الطريقة ومتأكدة لو جربتوا هاي وصفة القطايف أكيد رح تعتمدوها اكتبوها عندكم وان شاء الله بتحفظوها المقدار بسيط بس شوفوا كم أعطاني عجينة لاصقة وأقراس بلون ذهبي مميز الحشوات عندي جاهزة القطر طبعا جهزته كوب لكوب كوب سكر مع كوب ماي والقطر كمان تركته على الجنب عأساس إنه يكون جاهز وبارد قبل الشوي عفكرة القطر كوب مع نصف الكوب من الماء حتى يطلع معكم اسميك هون بديت أحشي أنا بالقطايف بحشوة الجبنة شوفوا كيف لاصقة مية بالمية اللون ذهبي قبل الشواء طبعا هاي الحشوة هي عبارة عن جبنة محلية مبشورة ضفت لها ملعقة من القشطة برضو في كثير حشوات أنا نزلت لكم إياها برضو هاي الحشوة كثير طيبة ومميزة وهلأ هون كمان حشوة المكسرات حكت لكم عنها طبعا رح أحشي فيها كمان جزء واللي هو الجزء القليل بيضل عنا حشوة القشطة اللي أنا حضرتها بشكل مميز رح أحشي فيها القطايف العسافيري سلأ هاي القطايفات اللي أنا حشيتهم رح أحطهم على شوية الفرن يعني وأنا أشتغل فيهم هلأ بدأت أشغل شوية الفرن حتى أشويهم ويطلعوهم مقرمشين وممكن تشويهم بالإيرفرير أو ممكن كمان تقلوهم بزيت غزير بس يعني اختاروا طريقة صحية تكون فيها كمية قليلة من الزيوت خصوصا أنكم أنتوا صايمين يعني كنتوا خلال النهار كله صحيين فما تخربوها بعد الإفطار حتى لو بدكم تحصلوا على قطعة من القطايف بحيث أنها يعني تكون كافية أنها يعني تغير المود وتحسوا حالكم منكم من حرمتوا من الحلو وتأخذوا حصتكم بس برضو حاولوا أنها تكون بكمية قليلة من القطر بكمية قليلة من الزيوت على الأقل تضمنوا أنها تكون صحية إلى حد ما أنا هون مساحتها بالفرشاي مساحت سمنة ذائبة وهلأ رح أمسح الوجه وأدخلهم على الشواية بعد هيك بقلبهم لحتى ما يتقرمشوا من الوجهين وبنزلهم على القطر وبكونوا معي جاهزين الجزء الثاني اللي كان بالجوز أكم حبة أنا عملت بالمكسرات يعني لأنه عندي أنا بفضله حشوة الأجبان أو القشطة هاي هي القشطة بردت طبعا أنا كنت غطيتها وبردت وهلأ رح أبدأ بإضافة الكريمة الشنطية المخفوقة تقريبا ثلاث ملاعق خفقت أنا يعني فنجام من الحليب السائل مع ملعقة ونص من الكريمة وبعد ما خفقتهم ضفتهم مع ملعقة كبيرة من القشطة وضفت ملعقة من ماء الزهر أخفقهم بالويسكيليا دويلا حتى ما يصيروا متجانسين وممكن كمان بالخفاقة الكهربائية هلأ رح أستخدم قمع لكريمة أي قمع أنتو بتشوفوه مناسب رح أنزله بكيس الحلواني وأنزل المقدار حتى يكون جاهز معي لا أحشفه القطايف العصفيري بالنسبة للقطايف العصفير ما رح يأخذ يعني هاي الكمية كلها لأنه بتعرفوا أن هالحشوة بتكون بالقطايف لأنه حجمه صغير ما رح يأخذ معنا حشوة كبيرة بتطلع الهوى من الكيس وهيك صار جاهز بدي أفتح القمع وأبدأ أحشي القطايف شايفين ما شاء الله لاصقة ولونها ذهبي ومميزة وبهاي الطريقة بحشيها بالقشطة وحنجة طالعة بتشهي لو جربتوها أكيد ما رح تستغنوا عن هاي الوصفة أولادكم أكيد رح يحبوها بديل لأي نوع من الحشوات حتى أطيب من النوتيلة أو أي حشوة شوكولاتة أو حشوة مكسرات رح تحسوا أنها الحشوة عن جد مميزة وبرضو في ذات اللحظة مفيدة خصوصا أنه هي كريمة بيتية أنت طابختيها وعارفة شو هي ومقدارها اقتصادي وبسيط يعني بكوب حليب أنا حضرت هذا المقدار اللي أنتو شايفين ومشاء الله طالعة عن جد بتشهي شايفين الكمية مشاء الله وهيك أنا كملت الحشوات رح أضيفها لأ القطر وأزينهم بالفستق الحنبي وهيك بكونوا معي أحلى قطايف عسفيري جاهزين جربوهم وإن شاء الله إنها الوصفة بتعجبكم وبتعجب أولادكم ولو عندك عزومة أو ضيوف ممكن أنك تقدميها بكل ثقة ناجحة 100% وبديل للجاهز شايفين النتيجة أكثر من مميزة بتمنى تكون وصفة إلى اليوم عجبتكم واستفدتم منها وإذا حسيتوا حالكم تستفيدوا من الفيديوهات اللي بنزلكم إياها ياريت ما تبخلوا عليها وتدعموها بالتعليق عليها على اليوتيوب دائما بحكي لكم ولو بنقطة هيك بتساعدوني أنه يرتفع الفيديو بمحركات البحث ويوصل لأكبر عدد من الصبايا ويطبقوا الوصفة وإن شاء الله كل عام وإنتوا بألف خير وانتظروني فيديو وروتينات من أيام الشهر الفضيل وإن شاء الله أنكم تستفادوا من كل إشي بنزلكم إياها دمتم في أمان الله